بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهد النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن أنه كان يتلقاه من جبريل عليه السلام يبلغه له من عند ربه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل به وتعليمه للناس هكذا كان هديه مع القرآن يعمل به ويعلمه للناس فيكون الناس المسلمون يمشون على هذا الهدي النبوي الشريف وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهم يتعلمون القرآن ويتلقونه عن حملة القرآن ويبلغونه للناس ويبلغونه للناس فيعلمون الناس هذا القرآن هكذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلم والعمل لا سيما مع القرآن الكريم الذي أنزله الله هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل لأي شيء هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فكانوا كانوا ياهتمون بهذا القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعملا ويقرعونه كما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكفي أن القرآن ولا غيره من العلم لا يكفي أنه يقرأ من الكتب ويتلقى من الكتب وإنما الكتب وثائق بأيدي المسلمين ومراجع بأيدي المسلمين وإنما يتعلمونه من العلماء من المقرئين من المدرسين ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه ويهتمون به تلاوة وتدبرا وعملا فالقرآن إنما أنزل لأجل ذلك لأجل العلم والعمل مع الإخلاص لله عز وجل في النية والقصد وهذا الشهر المبارك هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى هو الفرقان في أول السورة يقول هدى للمتقين وفي هذه الآية هدى للناس فهو من ناحية وجوب العمل به والسير على منهاجه هدى للناس ومن ناحية الإيمان به والعمل به هدى للمتقين فهو هدى للمتقين الذين يتعلمونه ويعملون به ويخلصون عملهم لله عز وجل هدى للناس بمعنى أنه حجة على الناس حجة للناس وعليهم حجة لهم إذا عملوا به وتدبروه وحجة وحجة عليهم إذا تعلموه ولم يعملوا به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر